موسيقى الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من ديسمبر مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وغتيرش يشدد على أهمية تعهد قادة العالم باتخاذ إجراءات لانقاذ الغبات سفارة مصر بأدي سبابا تهيب بالجالية المصرية اتخاذ أقصى درجات الحيطة وذلك بعد فرد حالة الطوارئ في إثيوكيا الثالث مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة ستة أشهر وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي جاء ذلك خلال اجتماع سيادته مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزارة وذلك بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التقرير المقدم من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية حسام المصري بشأن جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي خلال هذا التقرير أوضح رئيس لجنة الاستغاثات أنه تمت الاستجابة خلال أكتوبر لنحو 571 حالة والتي تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين كما أشار المصري إلى أن الاستجابات شملت أيضا صدور 190 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا فضلا عن إجراء 109 عمليات جراحية وإصدار 16 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا صلت الضوء على نجاح أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادية بشهادة المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية فضلا عن مواصلة الجنيه المصري حصد المكاسب وسط توقعات دولية باستمرار أدائه القوي أمام العملات الأجنبية وذلك بعد مرور خمس سنوات على قرار تحرير سعر الصرف وأوضح التقرير أن السياسة تحرير سعر الصرف تؤتي ثمرها متمثلة في ارتفاع مصادر النقد الأجنبي لافتا إلى زيادة صاف الاحتياطات الدولية بنسبة 108.2% حيث سجلت نحو 40 مليار و800 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بتسعة عشر مليار و600 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2016 وأظهر التقرير زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 83.6% للمزيد من المتابعة معنا الأستاذ كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور كريم بعد تحية نجاح خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك بشهادة من كبريات المؤسسات الدولية وأيضا الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا برأيك كيف إنعكس هذا النجاح على المواطن المصري إحنا طبعا لازم نعود بالزاقيرة إلى الوراء طبعا كان عام 2016 كان عام صعب طبعا وكان الإصلاح الاقتصادي كان ضروري وعلاج لابد منه يمكن للبعض يظن أن هي إجراءات صعبة طبعا كانت تكون صعبة في البداية ولكن كانت أفعب منها أننا كنا نستمر على الوضع اللي كان موجود أنزاك بدون عمل أي تغيير جزري طبعا كان بداية الخطوات هو تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016 لأنه كان طبعا إحنا كان لدينا سعرين سودة لسعر الدولار كان لدينا سعرين للدولار سعر في البنوك وسعر غير رسمي السعر غير رسمي كان يمكن ضحف السعر الموجود في البنوك وهنا يعني عجلة الاستثمار والاقتصاد بتتوقف بشكل كامل ما فيش كان أي اقتصاد يقدر ينمو وهذا هو أسع وينشط في ظل وجود سعرين للدولار إحنا بنقول أنه كان قرار تحرير سعر الصرف كان قرار ضروري لابد منه وإحنا ابتدنا نشوف العواقب بتاعته بعدها على طول يعني كان في عام 2017 يمكن مصر كانت أكبر دولة متلقية الاستثمارات في أفريقيا والسنة عربيا والوضع ده خدته مصر من 2017 إلى عام 2020 لمدة خمس سنوات مصر هي المتلق الأول للاستثمارات في أفريقيا حتى في عام 2020 الصعب اللي مر على الجميع لازالت مصر رغم أن الاستثمارات الوفيدة للمصر انخفضت لكن اللي برضو لا تزال هي المتلق الأكبر للاستثمار في عام 2020 بالإضافة إلى التحسن الكبير اللي حدث في تحوليات المصرين في الخارج اللي كل سنة تكسر الرقم القياسي اللي قبله وصلت فيه العام السابق لـ 32 مليار دولار تقريبا بالإضافة إلى أني يعني تحسن بشكل ملحوظ إرادات قناة السويس والسياحة وخلافه كل الأمور دي مجتمعة بالإضافة إلى الصدرات كل الأمور دي مجتمعة طبعا بالساهم بشكل مباشر في تحسن رواسط مصر من العملات الأجنبية اللي بتكون ضرورية جدا للتعامل مع العالم الخارج نعم دكتور كريم بالإضافة إلى كل المعطيات التي ذكرتها والتي أكدت عليها المؤشرات الإيجابية التي صدرت عن كبريات المؤسسات الدولية وأيضا استمرار الجنيه المصري في الأداء القوي أمام العملات الأجنبية برأيك في ظل كل هذه المعطيات ما هو مستقبل الاقتصاد المصري في ظل هذه المؤشرات الإيجابية وأيضا في ظل ارتفاع معدلات النمو بشكل خاص طبعا إحنا هنا لما نيجي نتحدث عن مستقبل الاقتصاد المصري فإحنا بنعود أو بنستعين بشكل أساسي بالمؤسسات الدولية المختصة بالاقتصاد اللي هي زي وكالات التصنيف الاقتماني وصندوق النقد الدولي اللي هو بتخبرة في الاقتصاد بالإضافة إلى الوكالات الاقتصادية زي بلومبرج والإكنوميست وخلافه بكلهم تحدثوا بشكل جماعي إن معدل النمو اللي في عام 2022 هيكون أعلى من 2021 وإن الاحتياط النقد الأجنبي في تزايد مستمر وإن حتى الإرادات الدولارية لمصر من الخمس روافد هتكون فيه ارتفاع مستمر ده طبعا يعني مدعوم بشكل أساسي بإجراءات الإصلاحات اللامت بها الدولة المصرية اللي احنا بنفع في النهاية اللي احنا يكون لدينا اقتصاد تنفسي مع العالم الخارجي بنفع بشكل مباشر نحنا نزود الاستثمارات نزود القطاع الصناع في مصر ننلشط القطاع الزراعي وخلافه علشان نرفع معدل نمو الناتج المحلي بشكل كبير وكلما طبعا زاد معدل نمو الناتج المحلي هذا بيزيد من حجم الاقتصاد المصري أشكر الجزيل الشكر أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور كريم العمدة شكرا جزيلا على هذه المشاركة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الصادرات المصرية أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن إعداده سلسلة دورية حول تعزيز العلاقات التجارية لمصر مع دول العالم السلسلة تهدف إلى إلقاء الضوء معلوماتيا على الجهود المبدولة لمضاعفة الصادرات عن طريق رصد وتحليل التبادل التجاري بين مصر ومختلف التجامعات أو الأقاليم الاقتصادية خلال السنوات الخمس الأخيرة بالإضافة إلى تحديد المنتجات الواعدة وفقا لكل دولة داخل هذه الأقاليم وتحديد الفرص التصدرية الضائعة في كل دولة إلى جانب إلقاء الضوء على أبرز الجهود الحكومية لتنمية الصادرات تسعى الدولة إلى زيادة المساحات المفتوحة للتنزه عبر الاستفادة من مقاومات السياحة الطبيعية التي تمتلكها مصر مشروع أهل مصر هو أحد المشروعات القومية لتطوير واجهات النيل والتي تم افتتاح المرحلة الأولى منه حيث يمثل متنزها سياحيا وترفيهيا يضاهي المتنزهات العالمية إعادة الوجه الحضاري للمناطق المطلة على نهر النيل بالقاهرة ومحافظات مصر المختلفة والارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية هدف تبنته الدولة بعد توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المشروع القومي لتطوير واجهات النيل بمختلف المحافظات النيلية لزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق بما يعزز الاندماج المجتمعي ويتيح المزيد من أماكن الجزب السياحي مشروع ممشى أهل مصر أحد تلك المشروعات والتي تم افتتاح المرحلة الأولى منه حيث يمثل متنزها سياحيا وترفيهيا يضاهي المتنزهات العالمية فالمشروع بداية حقيقية للجمهورية الجديدة المرحلة الأولى للمشروع والذي سيضيف بعدا اجتماعيا مهما تمتد من كبر 15 مايو حتى كبر إنبابا وتضم ممشى أفراد ومطاعم وكفتريات و56 محلا تجاريا وسلاسة جراشات ومصرحا ونوافير ومرسى نهري وحاليا يجري العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من المراحل السلاسة المتبقية لمشروع ممشى أهل مصر في المواعيد المحددة فعاليات ترفيهية ووطنية وعالمية على مدار العام ليست في القاهرة فقط بل أياد التطوير والتحديث امتدت إلى محافظات الجمهورية المختلفة ففي محافظة الأقصر تم تطوير وتجميل كورنيش الأقصر بطول 1700 متر تنفيزا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام البالغ بالمناطق السياحية والأسرية بمحافظة الأقصر ومن منطلق إظهار الأقصر ذات الطابع الأسري العريق لتجميلها أمام الضيوف من أنحاء العالم مشروع ممشى أهل مصر في كافة محافظات مصر المختلفة يحاقق قودة الحياة للمصريين وسيكون مصارا سياحيا عاما لكل المواطنين للاستمتاع بمظاهر النيل تماشيا مع مختلف المدن العالمية التي تقع على أنهار ومجار مائية أطلق توازيرة البيئة ياسمين فؤاد لاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 على أن يكون المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزرات المعنية جاء ذلك على هامشي مشاركة مصر في فعليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسجو وقد أوضحت ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة قامت بالإعداد للاجتماعات المختلفة لدمجي بعد تغير المناخ في عمل القطاعات الأخرى من جهتها أشادت آيات سليمان المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بالاستراتيجية المصرية التي تعد استراتيجية متكاملة الجوانب وشمولية مؤكدة أن البنك بصدد دعم مصر في دراسات أولويات الاستراتيجية وتقديم الحوافز الاقتصادية الخضراء موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شاركت هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرنس بحلقة نقاشية حول أثار المتغيرات المناخية من منظور مجتمعي على هامشي فعالية مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لتغير المناخ والمنعقد بمدينة جلاسجو بسكوتلندا واستعرضت هالا السعيد عددا من الجهود الوطنية فيما يتعلق بالمشروعات التنموية وخاصة اصدار السندات الخضراء لما لها من تأثير مباشر على ظواهر التغيرات المناخية معضحة أن التكيف يشكل أولوية قصوى في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية هذا وأكدت هالا السعيد أن تغير المناخ وندرة المياه أهم أسباب تحديث رؤية مصر 2030 شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش على أهمية تعهد قادة العالم باتخاذ إجراءات لإنقاذ الغابات وحمايتها قال جوتيرش في تغريدة له على تويتر أن أهمية تعهد القادة بتعزيز جهودهم المشتركة للحفاظ على الغابات والنظم البيئية الأرضية الأخرى وتسريع استعادتها وكذلك تسهيل التجارة المستدامة والسياسات التنمية على الصعيدين الدولي والمحلي كان قادة العالم قد تعهد في مؤتمر المناخ في جلاسجو بيسكوتلندا باتخاذ جميع الإجراءات لإنقاذ واستعادة الغابات وحمايتها وكذلك التزام الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص بمكافحة تغير المناخ والحد من تدمير التنوع البيولوجي تتواصل فعالية قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة بجلاسجو في اسكوتلندا وتهدف القمة إلى وضع حد أقصى لارتفاع درجات حرارة الأرض عند واحد ونصف درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة في محاولة ربما تكون الأخيرة لكبح جماح غضب الطبيعة وتجنيب الأرض احتراراً مناخياً كارسياً تتواصل فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة بجلاسجو في اسكوتلندا وبعد استعراض المخاطر وطرح المقترحات حان وقت الحصاد والتوصيات بالأفعال وليس بالأقوال والتي كان آخرها تعهد أكثر من سنتين عشرة دولة بتكسيف حماية مياهها الإقليمية لمواجهة التدمير المستمر للمحيطات تعهد يأتي ضمن سلسلة من الالتزامات التي تم تعهد بها خلال المؤتمر حيث اكتمع القادة والمفاوضون للحفاظ على هدف يتمثل في وضع حد أقصى لارتفاع درجات حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة كما تعهد أكثر من مئة زعيم عالمي بإنهاء إزالة الغابات وانحلال التربة بنهاية العقد الحالي وكذلك خفض انبعسات غاز الميسان بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2020 وفي هذا الإطار تعهد الاتحاد الأوروبي بإنفاق مليار يورو من ميزانيته على مدار الخمس سنوات المقبلة لحماية الغابات في العالم بما يشمل 250 مليون يورو لدول حوض الكنغو في وسط أفريقيا مساهمة الاتحاد الأوروبي جزء من حزمة مالية أكبر بقيمة 12 مليار دولار لحماية واستعادة وتحسين إدارة الغابات في الدول الأكثر فقراً وهنا حرس الزعماء الأفريق على مطالبة الدول الغنية المسؤولة عن غالبية انبعاسات الكربون بأن تفي بوعودها لتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة تداعيات التغير المناخي إلى ذلك تتواصل تعهدات قمة المناخ بكلاسكو بتفاؤل حزر في انتظار خروجها من طور الحبر على الورق للتنفيذ على أرض الواقع علّها تفلح فيما فشل فيه اتفاق باريس ترجمة نانسي قنقر أهبت السفارة المصرية بأديسة بابا بأعضاء الجالية المصرية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها إثيوبيا حالياً طبقاً للبيانات الرسمية الصادرة وبالإشارة إلى إصدار الحكومة الإثيوبية قراراً بفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد بالأمس دعت السفارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أبناء الجالية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المحلية وحصر تحركات الأفراد والأسر في أديق الحدود مصحوباً بأوراق الإثبات الشخصية في كافة تحركات فضلاً عن الابتعاد عن أماكن التجمعات أو التوجه إلى المناطق النائية كما حذرت الولايات المتحدة الأمريكية رعيها من الصفر إلى إثيوكيا بسبب ما وصفته بالصراع المسلح والجريمة واحتمالات حدوث عمليات خطف وإرهاب في المناطق الحدودية للبلاد وخلال تدوينة لها على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت السفارة الأمريكية إلى أن الوضع الأمني في إثيوكيا تدهور بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية في ظل التصعيد الذي تشهده البلاد منشدة المواطنين الأمريكيين إعادة النظر في قرار الصفر إلى إثيوكيا بينما دعت المتواجدين هناك للاستعداد لمغادرة البلاد من جانبها أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلي أن هناك وحشية قصوى تضغى على النزاع في إقليم تيجراي الإثيوبي أوضحت باشلي في بيان لها أن خطورة الانتهاكات التي رصدتها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه في إثيوبيا أعلنت سلطة الإثيوبية حالة الطوارئ بعد أن هددت قوات من إقليم تيجراي الشمالي بالزحف إلى العاصمة التهديدات بالتحرك نحو العاصمة دفعت الحكومة الإثيوبية إلى دعوة المواطنين إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي سيطرت على مدينتين استراتيجيتين شمال البلاد خلال أسبوع لا تزال أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي متواصلة بل اقتربت من العاصمة أديسابابا فوسائل إعلام تابعة للدولة قالت إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ بعد أن هددت قوات من إقليم تيجراي الشمالي بالزحف إلى العاصمة بعد أيام من إعلان سيطرتها على مدينة كوبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة ومدينة ديسي الاستراتيجية التهديدات بالتحرك نحو العاصمة دفعت الحكومة الإثيوبية إلى دعوة المواطنين إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التطورات المتلاحقة في الشمال الإثيوبي كانت محل متابعة من جانب المجتمع الدولي فالولايات المتحدة دعت رعاياها في إثيوبيا لمغادرة البلاد واستطارت الوضع الأمني نتيجة للمواجهة العسكرية ما بين القوات الحكومية وجبهة تحرير إقليم تيجراي السفارة الأمريكية في أديسابابا أصدرت بيانا أشارت فيه إلى تدهر الأوضاع الأمنية في إثيوبيا بشكل كبير في الأيام الماضية مع استمرار تصعيد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية في أمهر وعفر وتيجراي كما قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء التفضيلات التجارية الرئيسية لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ذلك في حملتها العسكرية في الإقليم المضطرب في بروكسل دعا مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جيزيب بارل جميع الأطراف المتحاربة شمال إثيوبيا إلى وقف القتال ورفع الحصار للسماح بمرور المساعدات الإنسانية أما الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتريتش أعرب على لسان المتحدث ستيفان دوكاريك عن قلقه البالغ إذا أتصاعد العنف في إثيوبيا وأكد أن استقرار إثيوبيا والمنطقة الأوسع على المحك مكررا دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية ووصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية وحوار وطني شامل لحل الأزمة ونتحول إلى آخر تطورات الملف العراقي حيث حددت المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق موعد إنجاز عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها قال مدير الإعلام والاتصال الجماهري في مفاوضية الانتخابات حسن سلمان إن هناك احتمالية بإنجاز عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها نهاية الأسبوع الحالية ورجح سلمان تقديم طعون جديد لعدد من المحطات شرط تقديم أدلة للمعترضين يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه المفوضية العليا للانتخابات أن أغلب الطعون على النتائج كانت بلا أدلة أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة غلق الثغرات ودعم الأجهزة الأمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابية وحماية السلم والأمن المجتمعية وخلال استعرضه مع وزير الدفاع العراقي جمعة سعدون أتطورات الأمنية في بلاده شدد الرئيس العراقي على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الجماعات الإرهابية وقطع طريق أمام فلولهم بتهديد أمن وسلامة المواطنين ودعم الأجهزة الأمنية لمواصلة جهدها في ترسيخ الأمن والاستقرار أقر البرلمان العربي أول قانون عربي استرشادي في مجال حماية وتعزيز الأمن السايبراني في الدول العربية وذلك في إطار دعم الجهود العربية في وضع إطار قانوني شامل لمواجهة الجرائم السايبرانية وتعزيز حماية الأنظمة التقنية ومكوناتها من أية أعمال غير مشروعة جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للبرلمان العربي لدوري لانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث حيث تم إقرار مشروع القانون الذي بدأ كمقترح مقدم من رئيس البرلمان العربي عادل العصومي من جهته أوضح العصومي أن قانون حماية وتعزيز الأمن السايبراني في الدول العربية يهدف إلى حوكمة مفهوم الأمن السايبراني وتطبيقاته داخل المؤسسات المعنية في الدول العربية وحماية البنى التحتية الحساسة التي تعتمد في تشغيلها على تكنولوجيا المعلومات فضلا عن رفع الوعي المجتمعي بشأن قضايا الأمن السايبراني وصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدر نسب الثقة في استطلاعات الرأي بالبلاد ما اعتبره مراقبون ترجمة فعلية للقبول الشعبي لخطواته الإصلاحية وإجماعا شعبيا على شخصه حال حدوث أي تغيرات سياسية مقبلة وأظهر استطلاع رأي أجرتهم مؤسسة إمريد كونسولتينج بتونس تقدم كبيرا لحزب قيس سعيد في نواية التصويت للانتخابات التشريعية عن بقية الأحزاب السياسية في تونس وأظهر الاستطلاع أن نسبة 74% من التونسيين واثقون في أن المستقبل سيكون أفضل كما أعربت نسبة 91% ممن شاركوا في الاستطلاع عن تأييدهم لقرارات رئيس سعيد قال السفير الفرنسي لدى أستراليا أن كمبيرا قد تصرفت بخداع عندما ألغت فجأة عقدا بمليارات الدولارات مع باريس لبناء أسطول من الغواصات أضافت لوسائل الإعلام في كمبيرا أن الخداع كان متعمدا وأن الطريقة التي تم التعامل بها كان طعنة في الظهر وقد ألغت أستراليا في سبتمبر الماضي اتفاقا مع مجموعة نافال الفرنسية لصنع غواصات تقليدية وقد اختارت بدلا من ذلك بناء 12 غواصة تعمل بالطاقة النووية في اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا ذكرت وكالة الإغاثة من الكوارث في كولومبيا أن 11 شخصا لقوا حتفهم في انهيار أرضي بإقليم نارينو القريب من الحدود مع الإكوادور وقالت الوكالة أن الانهيار الأرضي خلف عشرة مصابين فيما لا يزال نحو 15 إلى 20 في عداد المفقودين يستمر ثوران بركان جزيرة لابالما وتغطي الحمام البركانية 970 هكتارا على الأقل ودمر البركان حوالي 2562 مبنى وقد أوصل مسؤولون في جزيرة لابالما السكان بعدم مغادرة المنازل مع زيادة تلوث الهواء في الجزيرة المزيد في سياق هذا التقرير يستمر بركان كومبري فييخا في جزيرة لابالما الإسبانية في صورانه مع تدفق الحمام البركانية والصخور المنصهرة مسببا تصاعد المزيد من الأدخنة والهواء الملوس حتى أصبحت الجزيرة مدفونة تحت الرماد والحمام البركانية مديرة المعهد الجغرافي الوطني في جزر الكناري ماريا بلانكو شددت على أنه خلال 48 ساعة الماضية تم تسرب كمية كبيرة من الرماد والتي غطت القطاع الغربي بأكمله والشمال الغربي من جزيرة لابالما مشيرة إلى أن الحمام البركانية غطت نحو 970 هكتارا ودمرت أكثر من 2560 مبنى كما أصفر عن تلوث الهواء لدرجة أن العديد من المسؤولين في جزيرة لابالما أوصوا السكان بعدم مغادرة المنازل وارتداء الأقنعة ومن ناحية أخرى زاد تدفق السياح إلى جزيرة لابالما الإسبانية بسبب الاهتمام بالبركان ورؤية الحمام من خلال جسر لوس سانتوس الذي من المتوقع أن يستقبل 10 ألاف سائح يوميا لزيارة البركان صحيفة كواترو الإسبانية أشارت إلى أنه في حال استمرار تدفق السياح إلى جزيرة لابالما لزيارة البركان بهذا الشكل فإن الجزيرة الإسبانية ستعود الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها خلال 40 يوما في وقت قريب أكد محافظ الغربية طارق رحمي على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض المحافظة أشار محافظ الغربية إلى قرب انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد محمد زرد الأعدادية بإجمالية تكلفة وصلت إلى 1.2 مليون جنيه إلى جانب استمرار أعمال تأهيل وتبطين طرعة الصاري بتكلفة وصلت إلى 4.3 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 57% حيث يهدف المشروع القومي لتأهيل الترع إلى مواجهة أزمة العجز المائي عن طريق الحفاظ على كمية المياه منظمة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو احتفالية بيوم الأغذية العالمية وتهدف الاحتفالية إلى التأكيد على أهمية العمل على تطبيق الأنظمة الغذائية والزراعية والتحرك بشكل أسرع وأكثر تموحا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تحديات فيروس كورونا واستعرضت الاحتفالية الخطوات التي اتخذتها مصر لتحقيق الأمن الغذائي وهي التوسع الأفقي بما يوفر مساحات زراعية كبيرة والحد من الفاقد والاهتمام بالصحة الزراعية بالإضافة إلى تطوير الوجبة المدرسية بشكل صحي والمشروع القومي حياة كريمة لتطوير الريف المصرية في إطار تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن صندوق تنمية الصادرات قد أصدر 721 شهادة ل700 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت مليارا و788 مليون جنيه وبصاف مليار و625 مليون جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز وقد أوضحت الوزيرة أن إتاحة هذه المستحقات المالية يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرية وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق المل خلال ندوة قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجاز أن قطاع البترول أطلق عام 2016 مشروع التطوير والتحديث بالتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 من خلال السبعة برامج تتناول كافة جوانب الصناعة البترولية واستهدفت أن يكون قطاع البترول نموذجا يحتذا به مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 30 مشروعا لتنمية الحقول باستثمارات تقدر به 514 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى عام 2021 افتتح السلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور إناس عبدالديم وزيرة الثقافة فعليات الدورة الأربعين لمعرض الشارقة الدولية للكتاب خلال الافتتاح تفقدت وزيرة الثقافة وحاكم الشارقة جنحي الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية ممثلين عن وزارة الثقافة في هذه الدورة حصدت مصر جائزتين من جوائز المعرض هما جائزة كتاب العام لليافعين التي نالها كتاب هروب صغير وجائزة القوميكس التي نالها كتاب 70 كيلو ويشارك في المعرض 1632 ناشرا عربيا وأجنبيا و85 كاتبا ومبدعا وفنانا من مختلف بلدان العالم وتحول عليه إسبانيا كضيف شرف أكد محافظ أسيوت عصام سعد انهاء الأجهزة التنفيذية لكافة الاستعدادات لمجابهة موسم الأمطار والتأكيد على جهزية جميع قطاعات المحافظة المختلفة ووضع آليات محددة وخطة استباقية للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار وخلال جولته إلى مخرات السيول وسدود الإعاقة بالمحافظة وجه محافظ أسيوت جميع الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والأحياء ومدريات الخدمات والهيئات برفع حالة الاستعداد لمواجهة الشتاء والتعامل الفوري مع أي تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة بنتفقد أحد مخرات السيول بنطمئن على أعمال التطهير اللي بتتم فيه بنطمئن على أعمال الصيانة اللي بتتم برضه من خلاله يمكن الحمد لله الناس على قدم النصاق شغالين احنا يمكن استعدنا من فترة في هذا الموضوع احنا كان لنا تدريب ميداني مشترك مع قوات الدفاع الشعبي بمشاركة هيئة العمليات التدريب استمر لمدة ثلاثة يام كان تدريب نظري وتدريب ميداني وعملي يمكن كان فيه هناك محاكاة للظروف أسوأ ظروف لقدر الله لو تعرضنا لأي حدث وكان بيتم تقييم التجربة تقييم الأجهزة التنفيذية في الانتقالات في التعامل مع الحدث التتالي بتاع الأجهزة في التعامل مع الحدث والانتقال يمكن استفدنا فيه يمكن انتهى بالاستفافة بتاع معداتنا جزء من معداتنا الحمد لله اللي احنا جاهزين على المستوى المعدات على مستوى العناصر البشرية على مستوى الأجهزة التنفيذية بمشيئة الله تعالى حافظة سيوت وزارة الرية عاملة فيها تلاتة واربعين ست دعاقة على مستوى المحافظة في الناحية الشرجية والغربية لنار النيل وعندين اتنين مخرج سيل صناعي درونك البحري اللي نحن واكفين فيه ده ودرونك الجبلي نحن الوزارة استعدت وعمل التطيير لجميع مخرجات السيول عمل الصيانة لعمل التدبيش فيها والسدود لعاقة جاهزة يواصل الهلال الأحمر بالبحر الأحمر أعمال مبادرة صحة وسلامة التي تسادف توعية طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس للحماية والوقاية من فيروس كورونا والأمراض والطوارئ أكد منصق عام برنامج صحة وسلامة بالبحر الأحمر أيمن البربري أن البرنامج يحمل شعار العقل السليم في الجسم السليم ويأتي بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالغردقة وذلك لتوعية طلبة المدارس بالإسعافات الأولية والسلوكيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا والتعاون بين الأخوة المدرسين معنا والحمد لله البرنامج فيه ست كتيبات على الطلبة تنفذوا مع المدربين المساعدين اللي معنا والحمد لله يعني البرنامج نجح والحمد لله بنشرح عندنا ست كتيبات كل كتيب يكون خاص بموضوع عندنا زي التغيرات المناخية وازاي السلامة المرورية وعندنا زي يحفظوا على صحة أنفسهم وازاي يكلوا غذاء متوازن كل كتيب يكون هدفه أنه يحمي الطفل من حاجة معينة مثلا السلامة المرورية أنه يحمي نفسهم من أخطار المرور التغيرات المناخية ازاي يحمي نفسهم من البرد الجروح والنزيف ازاي لما يحصل جرح للطالب أنه يقدر أنه يعالج نفسه هدف الخاص ببرنامج بتاعنا هو توعية الطفل ومش طفل بس توعية الطفل والأسرة أنهى المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر الدورة التدريبية لتنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في مجال التثقيف المالي للفتيات والسيدات بمدينة الغردقة وأكدت المدربة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية رباب زمزمي أن هذه الدورة تأتي استكمالا للتعاون المثمر بين منظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة مؤكدة أنه تم تدريب 110 متدربات على مستوى مدن محافظة البحر الأحمر بحث وزير تنمية المحلية مع وفد من كوريا الجنوبية مجالات التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في مجالات تدريب وبرنامج تطوير الريف ومنظومة المخلفات جاء ذلك خلال استقبال وزير تنمية المحلية محمود شعروي لوفد من وزارة الداخلية والسلام بكوريا الجنوبية المعنية بملف تنمية المحلية خلال هذا الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية ملامح الدور المحورية الذي تقوم به الوزارة في متابعة المشروعات الجارية في مختلف المحافظات ومن جهته أعرب رئيس الوفد الكوري عن استعداد وزارة الداخلية والسلامة لتقديم كل الدعم والتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة وإلى أسواق المال حيث أنهت البرصة المصرية ختامة عملات اليوم بتبين مؤشرتها وخسر رأس المال السوقي نحو 7 مليارات و800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 742 مليارا و829 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 7 من 100 بالمئة ليصل إلى مستوى 11685 نقطة فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة اي جي اكس 70 متساول أوزان بنسبة 3.79 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 2224 نقطة وهبط مؤشر اي جي اكس 100 متساول أوزان بنسبة 2.95 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 3305 نقاط مع انتلاقي معرض اكسبو الدولي في دبي أظهرت أحدث البيانات أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نمى في أكتوبر بأسرع وثيرة وذلك منذ يونيو 2019 مسجلا نموا للشهر الحادي عشر على التوالي قفز مؤشر اي اتش اس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات إلى 55.7 في أكتوبر من 53.3 في سبتمبر بفضل زيادة الانفاق والسياحة وهو أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تقام بدار الأوبرا المصرية ثاني حفلات الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية والذي يستمر حتى الخامس عشر من نوبمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من نجوم الطرب والغناء في مصر والوطن العربي المزيد في سياق التقرير التالي فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورة الثلاثين تتوصل بمشاركة واسعة من نجوم الفن والإبداع العربي الأصيل المصريين بابهم وقلوبهم مفتوحة لكل أنواع الفن على شرط أنه يتلقم مع الثقافة المصرية ومع الدسامة في الشغل المصري وطبعاً جيلنا والحالة اللي عايشينا بعالم الموسيقى هلأ طبعاً بتطلب بساطة وتطلب الأغنية تغيرت بشكل عام فأنا سعيد أني دخلت لعنكم بتحية لبنانية وإن شاء الله منكملها بتحية مصرية كبيرة دايماً فيه جديد رغم من ظروف المحنة كوفيد-19 لكن تغلبوا عليه السهل اللي فاتت وتعملوا كان جماهير جميل جداً ونسبة حبة بتنتظروا من السنة للسنة الفعليات التي تقام بدار الأوبرا المصرية وعدد من مسارح الجمهورية تستمر حتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري وفق إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة والتباعد تحية كبيرة قوي لإدارة الثقافة في مصر على جميع مستواتها من أول الوزارة من أول الإدارة الكبرى لحد أزهر موظف لاهتمامهم باستعالة الموسيقى العربية الجميلة يعني اللي أنا شايفها في الخلفية ممكن الناس سمعينها معايا قدي إيه بالاستعيد ذكريات جميلة من خلالها وقدي إيه بنستمد طاقة للمستقبل لأن احنا لازم نمسك في الماضي على الشخاطر نعمل مستقبل حلو مهرجان الموسيقى حدث المفروض ما فيش حد يفوته على الأقل يحضر حفلة أو اثنين أو ثلاثة الفعاليات تتضمن قراء الأطفال وشباب مركز تنمية المواهب ومختارات من المؤلفات الطرب العربي وذلك على المصرح الخارجي لدار الأوبيرا كانت فكرة معالي الوزيرة أن نحن نبع على همش المهرجان في استقبال الجمهور من الساعة سبعة للساعة تمانية إلى خمسة بالضبط على أساس الجمهور وداخل يشوف البراعة من الجديدة فعندنا احنا مربين ولدنا على الأغاني الكلاسيك كلها فزي ما حضرتك بتسمع كده ومنوعين في الأغاني وأشهر الأغاني للموسيقى العربية كل يوم على الفعاليات مشغالة حد آخر المهرجان الدورة الثلاثون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضم ثلاثة وثلاثين حفلا فنيا بمشاركة عدد من الفنانين من دول عربية وتقام على ستة مسارح في ثلاث محافظات هي القاهرة والإسكندرية والبحيرة لتكون خلال فترة المهرجان منارة للموسيقى العربية والغناء الأصيل أحمد الحسيني التلفزيون المصري تحول اليوم الذكرى السابع لرحيل الفنانة مريم فخر الدين مسيرة فنية حافلة لحسناء الشاشة قدمت خلالها أكثر من مائتين وأربعين فيلما كسرت مدربة أسلحة سعودية القوالب النمطية في مجال يهيمن عليه الذكور تحاول مدربة الأسلحة النارية تدريب الفتيات السعوديات والمشاركة في الأولمبيات منذ نعومة أظافرها تعشق مونة لخريص الأسلحة النارية عندما كان والدها يستحبها معه في رحلات صيد بالسعودية ويعلمها كيف تطلق النار قبل خمس سنوات حولت هذا الشغف إلى مهنة وعمل إذ تلقت التدريب في السعودية والخارج لتصبح مدربة أسلحة نارية حاصلة على رقصة لمزاولة المهنة تدرس الشابة البالغة من العمر 36 عاماً الرماية في ميدان توب جان لإطلاق النار في الرياض وتشهد فصولها الدراسية إقبالاً متزايداً من الإناث أنا بدأت شغفي في الأسلحة والرماية منذ الصغر مع الوالد رحلات المقناص والصيد بعد كذا البداية الفعلية كانت من خمس سنوات كانت تدريب داخل وخارج المملكة مع مدربين سعوديين وغير سعوديين إلى أن أتت نقطة التحول في مهرجان الصيد والصبور لهذا السنة بعد القرار الحكومة باستماح للمرأة بامتلاك السلاح واقتناء كانت هذه نقطتي وبداية الفعلية ومع تقديم كافة التسهيلات واجهت مونة لخريص في البداية مشكلات في العمل في بيئة يهيمن عليها الذكور طبعاً الصعوبات التي واجهتها كانت معارضة وانتقاد من العنصر النسائي وهذا كان شكل صدمة بالنسبة لي كون كنت متوقعة المعارضة تكون من العنصر الرجالي أكثر من النساء لكن سبب هذه المعارضة أنه شيء غريب ومستهجن أنه امرأة تقتحم عالم الرجال وعالم الأسلحة وهذا الشيء يعني مخالف طبيعة المرأة في الظاهر لكن الحمد لله مع أسراري وكمل طريقي كمان وحصلت أهلت نفسي وحصلت على دورات معتمدة من الاتحاد السعودي للرماية والآبسك العالمية ومع تعلم المزيد من الفتيات والنساء التعامل مع الأسلحة تأمل مونة لخريص أن تتغير مواقفهن وأن تصبح مصدر إلهام لهن وأن تشارك في الأولمبياد العالمية وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من ديسمبر مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وغتيرش يشدد على أهمية تعهد قادة العالم باتخاذ إجراءات لإنقاذ الغابة سفارة مصر بأدسة بابا تهيب بالجالية المصرية اتخاذ أقصى درجات الحيطة بعد فرض حالة الطوارئ في إثيوبيا مشاهدين نهاية هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون مصري نشترككم على حسن المتابعة تحية لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر